ميليشيات الموت الحوثية تتعمد تفخيخ الأراضي بالألغام والعبوات الناسفة بمختلف أحجامها وأشكالها وأنواعها لتزهق المزيد من الأرواح البريئة بعبواتين ناسفتين زرعتها الميليشيات بمحافظة الحديدة الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة كانت بالمرصاد لخطط الموت الحوثية حيث أبطلت مفعول العبوات الناسفة الأولى التي زرعتها الميليشيات في الطريق الرابط بين مديريتي التحيط والخوخة بعد أن تسللت عبر المزارع بينما فجرت الأخرى عند المدخل الشرقي لمدينة الحديدة في خط كيلو 16 الذي يقع ضمن النقطة الثالثة من نقاط الرقابة المشتركة الخمس يقومنا اليوم بتفكيك عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي التي تسللت إلى الخط الرملي الذي يربط مدينة التحيط بالخوخة وهو الخط الوحيد للمواطنين الذي يمر منه مئات المواطنين الذي يقلبون عبره بضائعهم ومستلزماتهم وقاموا بزرع العديد من العبوات ناسفة ومنها هذه العبوة التي قمنا اليوم بتفكيكها والتي تتكون من مادة الكبريت والسيفور وهذه هي البطاريات والبيرنجات والتي تمتقر عبر الحرارة الفرق الهندسية كانت قد تمكنت كذلك من نزع أكثر من ألف لغم وذخيرة غير مفجرة خلال الأسبوع الرابع من يناير الجري رغم الجهود المبذولة من قبل الفرق الهندسية لا تزال الألغام العبوات الناسفة الحوثية شرا مستطيرا نظرا لاستمرار الميليشيات في زرعها والأعداد المأهولة منها وعلوة على عشوائية زرع هذه المتفجرات زرعات